قابل زعماء العالم كلهم هناك هون ناس كلها موجودة فدي فرصة بدل ما أنا بص يا شام أنا بعمل حاجات كتيرة قابل في 4-5 تيام ما بتقدرش تعملها في الزيارة الفردينت اللي ما بتروح للدولة بتاخد 4-5 تيام بتزور دولة واحدة أخد بلك لا أنت بتقابل زعماء دول كتيرة أو بتقابل حوار 15 دولة ولا حاجة ب5 تيام طب الأجندة المزدحمة دي إزاي ممكن تنصق على مستوى التوقيتات أو حتى ترتيب اللقاءات وجدوى أو أهمية الملفات اللي بتطرح هو بس كمان واضح قوي أن عندنا المجموعة الرئاسية بتنصق الزيارة يعني حتى كان فيه وزير الخراجي بيتكلم أولا بارح بيقول إيه إحنا ما عندناش وقت نلبي كل الدعوات اللي الناس عاوزة تقابل فيها الرئيس السيسي ده بيبايل لك العظمة اللي انت فيها الراجل بيروح يقعد خمس ستة إيام ومش قادر يلاحق على الطلبات اللي الناس عايزة تقابلوا فيها فيه أهم حاجة في الوقت الحالي اللي احنا فيه في شوية القلق اللي احنا فيهم إيه الزيارة دي بتوضح حاجة مهم قوي غير اللي هنتكلم فيه لأ مصر مستقر الرئيس السيسي موجود في أمريكا بيقابل عالم كله الرئيس أمريكا بيقول عليه إيه إن ده قائد عظيم فالرسالة وصلة قوي وجاية أون تايم زي ما بنقول جاية في إيه في وقتها ترجمة نانسي قنقر